في تطورات أخرى تحدث المستشار الألماني أولف شولز والرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف قبل قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة الأسبوع المقبل في لتوانيا وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن شولز وبايدن ناقشا مجموعة من القضايا التي سيبحثها القادة في القمة بما في ذلك سبل تعزيز التحالف بشكل أكبر ويتطلع الجانبان إلى مواصلة مناقشاتهما مع شركائهما الآخرين في الحلف في العاصمة اللتوانية بيلينيوس الأسبوع المقبل